أكد مصدر في البيت الأبيض للجزيرة أن جاريد كوشنر مستشار رئيس الأمريكي سيتوجه مع فريق من مساعده خلال الأيام المقبلة إلى السعودية وبعد ذلك إلى دولة قطر ومن جانب آخر أورد موقع أكسيوس أن زيارة كوشنر تأتي في محاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية بينما نقلت صحيفة وولستريت جورنل عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين قولهم إن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على حل الخلاف بشأن تحليق طائرات الخطوط الجوية القطرية في أجواء السعودية والإمارات وذكرت الصحيفة أن دول الحصار الأربع خففت سرا مطالبها الثلاثة عشر مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادا أكبر لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن كوشنر التقى الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الكويتي حيث ينظر إلى دور الكويت على أنه حاسم في أي جهد لحل الخلاف الخليجي مع قطر للمرة الأولى في تاريخ البيت الأبيض عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن طاقما نسائيا ليشغل مناصب بارزة ضمن فريق الاتصالات والإعلام التابع للبيت الأبيض في إدارته المقبلة وعرب بايدن عن فخره باختيار أول فريق اتصالات للبيت الأبيض تشغل النساء جميع المناصب البارزة فيه سبع سيدات اختارهن رئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لفريق الاتصالات بالبيت الأبيض في الإدارة المقبلة لشغل أرفع وظائف اتصالات في البلاد بايدن قرر تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض تولت ساكي العديد من المناصب البارزة في عهد باراك أوباما بينها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض وعملت متحدثة باسم وزارة الخارجية في عهد وزير الخارجية جون كيري وستتولى كيت بيدينغ فيلد إدارة الاتصالات في البيت الأبيض وكانت قد شغلت منصبة مديرة الاتصالات لنائب الرئيس بايدن في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومن بين الفريق المعين كارين جان بيير نائبة رئيسية للمتحدثة باسم البيت الأبيض عملت في مكتب الشؤون السياسية بالبيت الأبيض خلال إدارة باراك أوباما وبايدن وفي وسائل إعلامية أمريكية عدة بينها شبكة أن بي سي أشلي إيتيان مديرة للاتصالات لنائبة الرئيس سوالت منصبة مديرة الاتصالات وكبيرة المستشارين لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وكانت مساعدة خاصة للرئيس ومديرة اتصالات الطاقم الحكومي في إدارة باراك أوباما وستشغل سيمون ساندرز منصبة كبيرة مستشاري نائبة الرئيس والمتحدثة الرئيسية باسمها عملت عام 2016 متحدثة باسم حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسية بيرني ساندرز أما بيلي توبار فستتولى منصبة نائبة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض عملت مديرة للمكتب الإعلامي الخاص بالأمريكيين من أصول اللاتينية التابع لزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وإليزابيث أليكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى عملت متحدثة باسم بايدن عندما كان نائبا لأوباما وقبل ذلك متحدثة باسم رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إنه لا يحارب من أجل نفسه وإنما من أجل 74 مليون شخص صوتوا له فضلا عن من أهملت أصواتهم من المصوتين له على حد وصفه وأضف أن ما حصل عليه من الأصوات هو رقم قياسي لرئيس في منصبه قد وضع تويتر تحذيرا على تغريدة ترامب تشير إلى أن دعاءه عن تزوير الانتخابات أمر غير متفق عليه أعلنت شركة موديرنا أنها ستتقدم اليوم بطلب إلى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على تفويض الاستخدام الطارئ للقاحها ضد كورونا ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المدير التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل أن الجرعات الأولى من اللقاح ستكون جاهزة في الحادي والعشرين من الشهر المقبل في حال الحصول على الموافقة وأظهرت بيانات شركة نجاح لقاحها بنسبة تجاوزت 94% تنضم إلينا من البيت الأبيض في واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي ومن مدينة ولمنكتن بولاية ديلاوير حيث مقر الرئيس المنتخب جو بايدن مراسل الجزيرة فادي منصور أهلا بكما وجد وقفي نتحدث بداية عن زيارة كوشنر للرياض والدوحة هل هو السباق ضد الوقت لحل الأزمة الخليجية أو جوانب منها قبل انتهاء فترة ترامب رئاسية؟ هو كذلك بالفعل مريم والدليل أن هذه الزيارة لكوشنر وعدد من الفريق المصاحب له جاء الإعلان عنها بشكل مفاجئ طبعا لا أحد يعلم تاريخ هذه الزيارة بالضبط ولكن نعلم أنها ستتم خلال هذا الأسبوع هذا إن لم تتم بالفعل لا نعرف تاريخ الزيارة وذلك طبعا لأسباب أمنية بحسب مسؤول هنا في البيت الأبيض الذي أكد للجزيرة بأن هذه الزيارة قائمة بالفعل طبعا ما تنقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن أسباب الزيارة هو محاولة المصالحة الخليجية أو على الأقل مصالحة قطرية سعودية هذا ما تحدث عنه الإعلام الأمريكي ووكالة الأنباء رويترز والسريت جورنل تحدثت عن جانب من المصالحة إن لم تتم بشكل كل وتحدثت عن عملية السماح للقطرية خطوط الطيران الجوية أن تحلق فوق الأجواء السعودية وربما بقية دول الحسار إذن هذا هو الهدف المعلن من هذه الزيارة وفق تسريبات من مسؤولنا في البيت الأبيض لوسائل الإعلام واضح أن رئيس دونالد ترامب يريد أن يترك أثرا في هذا الإطار ولكن أيضا هناك من يرى أن هناك ربما أن السعودية ربما تحاول أن تقدم بادرة حسنانية لإدارة بايدن المقبلة طبعا هذا الأمر مجرد تكاهن من خبراء هنا أمريكيين ولا يوجد أي معلومات فعلية بشأنه لكن كما ذكرت هذه تكاهنات أما الهدف الرئيسي فهو الأزمة الخليجية وأيضا هناك احتمال أن تتم ناقشة الشأن الإيراني ذلك أن موقع أكس فيوس ذكر بأن براين هوك وهو المبعوث السابق للشأن الإيراني يرافق كوشنر في هذه الزيارة هذا على مستوى الملف الخليجي وإيران بخصوص ترامب وجد وقفي لكن بخصوص النتائج نتائج الانتخابات الأمريكية في الداخل وتعاطي ترامب معها خلال هذه المرحلة هو يقول أنه يقاتل من أجل الذين صوتوا له وعددهم 74 مليون وإن أصواتهم أخذت منه أو الأصوات الأخرى أخذت منه ما توجه ترامب خلال هذه المرحلة في التعامل مع الموقف هو ببساطة يريد أموال السبعين مليون أمريكي الذين صوتوا له حملة الرئيس دونالد ترامب تعاني من دين كبير وعجز مادي كبير ينبغي على ترامب وحملته أن يسدد هذا الدين قبل مغادرته البيت الأبيض في العشرين من يناير نحن نقول هذا الأمر منذ أسابيع حقيقة وقد أكدت بلومبرغ أن 75% من ريع التبرعات التي يقدمها مناصر ترامب حتى اليوم بذريعة المسار القانوني حسب ما يقول الرئيس ترامب أنه يدافع عنهم وعن تصويتهم 75% من ريع هذه التبرعات يذهب إلى حملة ترامب الانتخابية وفقط 25% منها تذهب لصالح الدعاوة القضائية إذن هذا هو الهدف الرئيسي على ما يبدو المعلن أو غير المعلن من قبل الرئيس دونالد ترامب في أولا مواصلة الدعاوة القضائية لتكون غطاءا كافيا لاستمرار ضخ التبرعات من مناصره لحملته وكذلك أيضا إصراره هو أيضا سبب إصراره على أنه هو الذي فاز بالانتخابات التي يقول عفوا يستمر إذن ترامب في رفع هذه الدعاوة القضائية فيما يعكف الرئيس المنتخب جو بايدن خلال هذه المرحلة على وضع أسماء أو إعلان أسماء من يتبوأ المناصب في إدارته المقبلة فادي منصور خلال هذه المرحلة إذن يختار جو بايدن أسماء بعينها سبع سيدات في مناصب الاتصالات والإعلام بالبيت الأبيض في أي سياق يمكن أن يوضع ذلك؟ نعم مريم هذا ما أعلنه بايدن يوم أمس فيما يتعلق بفريق الإعلام في البيت الأبيض حصرا وجوه نسائية ولكن اليوم قبل قليل أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن عن مجموعة أسماء لفريقه الاقتصادي طبعا في المقدمة جانت يالن لمنصب وزيرة الخزانة هذه المرة الأولى التي ستتولى فيها امرأة هذا المنصب منذ أن بدأ كجزء من الحكومة الأمريكية وهي سابقا تولت منصب رئيسة الاحتياطية الفيدرالية المركز المصرفي الأمريكي في عهد باراك أوباما ويعود عمليا عملها في الحكومة الأمريكية إلى الولاية الثانية من عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي أيضا الأسبق بيل كلينتون ولكن جانت يالن تحظى باحترام كبير في واشنطن بايدن يتطلع إلى دورها في أن تقوم عمليا بمساعدة الاقتصاد على التعافي وأن يكون هذا التعافي أيضا مركزا فيما يتعلق بمضاعفات وباء كورونا لسيما على الأقليات التي أصيبت عمليا بخسائر أكبر من باقي قطاعات الشعب الأمريكي يالن يعزى لها خلال ترأسها للإحتياط الفيدرالي في إدارة أوباما الدور الكبير في تعزيز التعافي الاقتصادي ومساهمتها في إخراج الولايات المتحدة بعد فترة الركود الاقتصادي وتركيزها على مسألة إبقاء العملية إبقاء عملية الانترست ريت النسبة الخدمة عفوا الانترست ريت في معدل الصفر وهذا ساعد كثيرا في تغيير رؤية المصرف المركزي الأمريكي لنظرية الاقتصاد فيما يتعلق بالتضخم وأيضا فيما يتعلق بالتشغيل سابقا يوم أمس أعلن عن الأسماء الأساسية في البيت الأبيض المسؤول عن الإعلام وعلى رأسها بطبيعة الحال جاند ساكي التي سوف تكون متحدثة باسم البيت الأبيض وهي تلعب دورا سابقا في إدارة باراك أوباما وكانت متحدثة باسم الخارجية عندما كانت جون كاري وزيرا للخارجية هذا إذن على مستوى التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس المتخب جو بايد الذي يفترض أن يبدأ اليوم في الحصول على الإحاطات الاستخبارية ما الذي يخوله له ذلك نعم مريم ككل رئيس منتخب منذ أن تظهر النتيجة بأنه هو الذي فاز في الانتخابات تبدأ في الولايات المتحدة عملية انتقال السلطة ومن ضمن الأمور التي تحصل عند حصول عملية انتقال السلطة هي منح الرئيس المنتخب الإحاطات الرئاسية أي مجمل التقرير الاستخباراتي الذي يقدم يوميا للرئيس الأمريكي حول ما يحدث في العالم من قضايا وأحداث هامة وأيضا التهديدات الأمنية ويحق للرئيس المنتخب أن يتلقى هذه الإحاطة في صياق تحضيره عمليا للتعامل مع أي أزمات أو تهديدات إما فيما يتعلق بعد دخوله للبيت الأبيض منذ اللحظة الأولى لدخوله للبيت الأبيض وتقييمه للمخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والمصالح القومية الأمريكية من ناحية ولكن أيضا للطلاع على أي تهديدات تتعلق بالفترة الانتقالية بما أن هناك تهديدات من النوع السيبراني التي عادة ما تحيط بالفريق الانتقالي وبطبيعة الحال كان ينبغي على جو بايدن أن يحصل على هذه الإحاطات منذ مدة طويلة لكن رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بنتيجة الانتخابات وهزيمته وأيضا رفض السماح لإدارة الخدمات العامة بعمليا الإقرار بأن بايدن هو الذي فاز أخر عملية توفير الإحاطات الاستخباراتية لبايدن حتى اليوم عندما سيطلق أو ربما قد يكون طلق أول إحاطة هو ونائبته كامالا هاريس مريم فدي منصور من ولمنغتن بولاية ديلاور حيث المقر الرئيس المتخب جو بايدن ووجد وقفي من البيت الأبيض في واشنطن شكرا جزيلا لكم بين موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وتنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة تواريخ مهمة نستعرضها من جديد مع زميل محمد رجيب في العرض التالي الثالث من نوفمبر هو يوم الاقتراع الذي يدلي فيه الأمريكيون عادة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بين الرابع والثاليث والعشرين من نوفمبر يتم فرز الأصوات وفي معظم الحالات تشريط الولايات تسلم بطاقات الاقتراع في غدون يوم أو يومين من موعد الانتخابات بين العاشر من نوفمبر والحادي عشر من ديسمبر تصدق الولايات على نتائج الانتخابات تختلف تواريخ التصديق على النتائج من ولاية إلى أخرى ففي دلاور مثلا صدق مشرع الولايات على النتائج بعد يومين من الانتخابات فيما تنهي ولاية كاليفورنيا إجراءات التصديق القانونية هذا العام في الحادي عشر من ديسمبر المقبل وبموجب قانون الفرز الانتخابي لدى الولايات مهلة تنتهي يوم الثامن من ديسمبر لتسوية النزاعات والبت في الطعون وتحديد أسماء الناخبين في المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر يجتمع ممثل المجمع في ولاياتهم ويدلون بأصواتهم لرئيس الولايات المتحدة وبعد الانتهاء من التصويت يصدقون على النتيجة ويرسلون نسخا منها للمسؤولين في الولاية وأخرى لرئيس مجلس الشيوخ أمام ممثل كل ولاية في المجمع الانتخابي تسعة أيام لتسليم نتائج تصويتهم إلى مجلس الشيوخ يؤدي أعضاء مجلس النواب والأعضاء الجلد في مجلس الشيوخ الذين انتخبوا في الثالث من نوفمبر اليمينة دي سوريا يجتمع أعضاء الكونغرس في غرفة مجلس النواب يترأس الجلسة رئيس مجلس الشيوخ ويتم فرز أصوات المجمع الانتخابي بالترتيب الأبجدي من قبل شخصين معينين من مجلس النواب والشيوخ ثم تقدم النتيجة إلى رئيس المجلس الذي يعلن النتائج ويستمع إلى الاعتراضات يؤدي الرئيس الجليد اليمينة دي سوريا ظهر يوم العشرين من يناير لتبدأ ولايته وتنتهي ولاية سلفه في تمام الساعة الثانية عشرة دورا من اليوم نفسه نوصل معكم هذه النشرة وفيها بعض فاصل قصير في الفقرة الاقتصادية تحالف أوبك بلاس يبدأ اجتماعا لبحث تنبيد تخفيضات أو زيادة